السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حلقة جديدة والمتشددون واصل الحديث عن الإسلام المعتدل لا نقول الإسلام الوسطي ولا الصحيح كما ذكرنا في حلقات سابقة لأن الأصل في الإسلام هو الاعتدال غير ذلك فهو من الشزوز إن صحى التعبير بعض الجماعات تحاول أن تحتكر نفسها الحديث باسم الدين وتقدم صورة ولا أسوأ عن الإسلام وسماحته واعتداله ما المحتاريخ نغوص فيه مع علم غزير لفضيلة علمنا الكبير سماحت الأستاذ دكتور علي جمعة أضواء كبار علماء أهلا وسهلا ومرحبا بك إذن قيل عن حسن البنة أثناء ذهابه في مرات مختلفة إلى المملكة العربية السعودية لإداء فرد الحق ربما مرة أنه ليس عالما في المرة الثانية أنه الأمر اختلط عليه في المرة الثالثة أنه بدأ ينحرف هل كانت هذه هي بداية النهاية كما إنصح التعبير مولانا يعني أو بداية الخروج عن النص والدين الموازن اللي فضلتك حدثين عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الهنود كانوا ينظرون إلى مصر بأنها إذا استقامت واستقام حال الإسلام فيها استقام حال الإسلام في العالم كله وأنها لو ضربت واضطربت فإن الإسلام سوف يناله شيء من هذا الاضطراب وشيء من هذه الأذية ويقصدون بالإسلام أمة الإسلام التي الآن أكثر من مليار ونصف الهنود كانوا حرصين جدا على مصر يعرفون قيمتها في مكانها وفي مكانتها في تاريخها في قامتها في مقامها في أزهارها يعرفون ما هي مصر فلما رأوا حسن بنى وحركته كانوا يدعون الله ليلة نهار ألا تنحرف هذه الدعوة عن الجد وكانوا يتمنون لهذه الدعوة أن تصل إلى مبتغاها وأن تسير في طريقها الصحيح الذي لا تتعدى فيه تبليغ الإسلام والدفاع عنه وتعليمه إلى آخر ما هناك هذا كان حق هنود وعلى فكرة لا يزالون كذلك إلى اليوم يعرفون لمصر قدرها ويقولون إن مصر إذا صحت صحت العالم الإسلامي وإذا مرضت لا قدر الله مرض العالم الإسلامي ومن هنا وكان شيخهم في المدينة الشيخ زكريك كان دهلوي والشيخ زكريك كان دهلوي ويبقى عمه الشيخ محمد إلياس اللي عمل جماعة التبليغ وقد يعني فعلها وأبعدها جدا عن السياسة الحزبية حتى شع عنهم أنهم عندما يبدأون دروسهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن السياسة بتوع إخواننا بتوع التبليغ واهتم بالعلم الشيخ محمد إلياس الله يرحمه والشيخ محمد إلياس يبقى عم الشيخ زكريك ده اللي هم عمدينه حجة وإمام وكذا الإمام بتاعه والشيخ زكريك إن كان دهلوي ألف كتابا في تفسير الموطأ فقط ألف كتب كتير جدا 18 مجلد في تفسير الموطأ وهو مجلد واحد من علمه وفضله رحمه الله تعالى فكانوا يعتقدون في صلاحه وفي علمه وفي ضبطه إلى آخره وكان الهنود يحجون إلى البيت الحرام كل سنتين مر وفي سنة أربعة واربعين رأوا عبدالله البليادي رأى حسن البنة وحوله خمسة ست حسن البنة فرح للشيخ زكريك وقال له الشاب النطيف الظريف ده حسن البنة لما نكون بنقول سنة أربعة واربعين فهو عنده ثمانية وتلاتين سنة يعني شاب لسه في عز الفتو قال له متحمس وليس بعالم يعني الراجل ده عنده حاجة كويسة وحماس والحماس ده مطلوب لكنه يعني فيه حاجات كده قالها تدل أنه هو منشغل بالدعوة عن العلم ماشي ما نجراش حاجة منشغل بالدعوة عن العلم عن العلم وده مما لما أكون أنا مثلا خطيب مسجد مش ضرورة أكون عالم المهم أكون بعرف أبسط العلم في دروس مبسطة أخطب خطبة كويسة تأخذ بالألباب فالدعوة والعلم والعبادة مطلوبة من كل أحد ولكن لها ترتيبات كان الشيخ محمد فايد الله رحمه كان رئيس جمعة الأزهر فمرة جمعة قالوا تعالى في التلفزيون هنا علشان تدي برنامج فقالوا ما أنا ما عرفش ده رئيس جاعة الأزهر قال أنا أنا شيخ كتاب شيخ كتاب شيخ كتاب شيخ كتاب شيخ كتاب يؤلف آه ما لوج دعوة ما يعرفش يدخل الإعلام ففي مواهب ربانية ومين حسن مضانية ما هوش عب من حسن البنة أنه هو يا تغلب دعوته علمه ما فيش مانع بس يا أخي اعترف للعلماء وحطه في مكانهم حط شيخ الكتاب ده في مكانهم ولكن سيطر على حسن مسكين هذا الحال وبدأ في التقائه بالشيعة هناك واحد اسمه الشيراز واحد اسمه مش عارفه وكان الشيعة هنا القمي زي ما ذكرنا قبل كده ولذلك اندرجة ومشي مع حكاية العمله الشيخ محمد محمد المدني والشيخ شلتوت والشيخ عبد العزيز والشيخ منصور رجب والشيخ عبد الله المشد مع السيد القمي في عمل حاجة اسمها رسالة الإسلام وصدر السنة التسعة واربعين بعد وفاة البنة والقم ده مصري والقم إيراني إيراني نسبة إلى قم إلى قم والقم جه يدعو توحيد المسلمين الشيعة وسنة وإن المشاكل اللي بنا نحله هو فيه كان مشكلة بيننا وبين بعض عشر عشرين تلاتين نحله نتكلم نتكلم ونحله وقد كان ولقى هذا من علماء الأظهر تأييد ولقى من حسن البنة تأييد وسموها دار التقريب فيه ناس طبعا زائلت من هذا ومنهم محب الدين الخطير قال الشيعة لا يؤمنون لا ولا يؤتمنون والشيعة يضحكوا عليكم الأظهر وحسن البنة قالوا لا مش يضحكوا عليهم ولا حاجة إحنا هنضح وصلنا إلى كلمة سوافة بها ونعمة اختلفنا أختلفوا إلى كلمة سوافة ما فيش مال ففتحوا هذا وفضلت رسالة الإسلام تصدر من سنة تسعة واربعين بعد وفاة البنة لكنه هو كان في دار التقريب قبل صدور المجلة إلى خمستاشر سنة يعني إلى أربعة وستين والخمستاشر سنة مطبوعة وحلت أغلب ما بين السنة والشيعة نظريا نظريا معرفناش بقى ننزل ده إلى عموم الناس ولذلك قاعدين يقتلوا في بعض صحيح هنا وهنا داعش المتولية جانب السنة والتاني المتوليين جانب السيعة وبيضربوا في بعض والدماء للركب مصر كان لها دور كبير في هذا ولكن حسن البناء لما التقى مع الشيعة والتقى مع الشيخ زكريا الأنصاري والجماعة الهنود الجماعة الهنود قالوا له إحنا شمين كده اتصال بالسياسة وده هيورطك لأن السياسة لعبة تانية غير لعبتنا مجال آخر غير مجالنا فخليك في المجال بتاعك فأجابهم حسن البناء بإني كلامكم صح مية في المية وأنا معاه قلبا وقالبا وتمام يا فانت فالناس تعجب قالوا ده الراجل صالح ده سمع النصيحة هم بيقولون هذه النصيحة لأنهم حسوا من كلامه بغير هذا شفت الدين الموازي بيعمل زي ما فضلت قلت يكون له ظاهر وباط أو الخاصية من الخصائص حسن تبنا لما التقى مع الشيعة والتقى مع الشيخ زكريا الأنصاري والجماعة الهنود الجماعة الهنود قالوا له وإحنا شمين كده اتصال بالسياسة وده هيورطك لأن السياسة لعبة تانية غير لعبتنا مجال آخر غير مجالنا فخليك في المجال بتاعك فأجابهم حسن البنة بإني كلامكم صح مية في المية وأنا معاه قلبا وقالبا وتمام يا فانت فالناس تعجب قالوا ده الراجل صالح ده سمع النصيحة هم بيقولون هذه النصيحة لأنهم حسوا من كلامه بغير هذا شفت الدين الموازي بيعمل إيه زي ما فضلت قلت يكون له ظاهر وباط أو الخصية من خصائص فبيحكي الشيخ عبد الله البليادي ده هو اللي هو حضر هذا الكلام بيحكي هذا الكلام ولذلك المرة الثانية سنة ستة واربعين لقوه تعمق في المسائل ما هو كان بقى عمل للنظام الخاص وكان بيجهز ويعمل وكذا إلى آخرين في سنة تمانية واربعين لقوه أنه يعني يعني انحرف 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 فيه وقال ايه خلى الشيخ شاتم الملك فاروق وقال نحن له بالمرصاد وكذا إلى انت شاتمت الملك فاروق ده انت كنت بتمداحه وكت بتقوله يا مليكي وكت بتدعو الناس إلى كذا إلى آخره حصل ايه فاروق اتغير فاروق اللي جاي عنده أقل من 16 سنة واللي عزيز المصري أو أحمد حسين كانوا حواليه أو فلان أو علان واللي كان تحت الوصاية ده لما الملك فؤاد مات كان فاروق لسه ما وصلش للسن القانون فبقى فيه واصع على العرش فاروق مولود سنة 22 مثلا يبقى احنا بنتكلم فيه لما ييجي 16 سنة يبقى 38 ف38 دول معناته انه هو جه وهو لسه فضله سنة ونص عبال ما يوصل للملك لسن الملك سن الرشد يعني أو سن 16 هو تغير فاروق ما هو فاروق اللي انت قلت له كده هو اللي انت قلت له كده هو اللي انت قلت له كده ما تغيرش فاروق ده انت اللي اتغيرت حسن يعني مش غلط عمل دين موازي اول غلطة انه حول الجمعية الى جماعة الجمعية لما انا اروح ازور الجمعية الشرعية ما حدش وانا داخل بيقول لي تعالا هنا انت مننا ولا علي ولا مننا ولا منهم نمر اتنين ما حدش بيطالبني بالبيعة روحت وحضرت في الخيامية ادركت الشيخ امين وادركت الشيخ يوسف وادركت الشيخ عبل طيف المشتهري ما حدش فيهم ابدا قال لي تعالى على فكرة لازم تاخد البيع علينا والشيخ محمود خطاب سبك هو مؤسس الجمعية الشرعية مولانا نعم ومات سنة ستة وتلاتين وعمل الجمعية سنة وتلاتين يعني قعد 24 سنة في حياته اسس وبنى مصانع وبنى حاجات درعب انهم حاولوا ينفذوا الى الجمعية الشرعية ويسيطروا عليها في كثير من دي قضية تانية ما هنا دلوقتي في الايام اللي احنا فيها دي هما ما سابوش حد الا بيحاولوا انهم يسيطروا ويعملوا وكذا الى اخره فحسبونا الله نعمل وكذا صحيح معلش احنا في مؤسسة مصر الخير مؤسسة مدنية بتسعى لنفع نعمل عظيمة يعني فكنا لما نيجي نوزع حاجة نلاقيهم جايين ومتصدرين في الصف الاول علشان يقل العوام ان ده ده احنا ده دول تابعنا احنا اللي بنقسم احنا نوزع ادي ده الدين الموازج الاسلام ما عرفش اللوعة ده ما عرفش النفاق ده ما يعرفش هذا النوع من انواع الظاهر والباطن انت اللي مسك المؤسسة دي الاجابة لك انت اللي وزعت هذا للناس الاجابة لك طب بتعمل كده ليه يقولك لله ورسوله يا اخ اذا احنا استضمنا مع نفسيات عجيبة وكلها جاية من الدين الموازي بعد الفاصل يا مولانا نستكمل هذه الرحلة الايمانية والتاريخية العظيمة مع فضلتك الحقيقة هي يعني الدين الموازي موضوع يعني الحقيقة ما حدث في السنوات الاخيرة وبالتأكيد سنصل اليه في هذه الرحلة ادى انطباع لكثير مننا انه هذه الجماعة او اعضاءها يعبدون الجماعة ومن دون الله ورعاذ بالله فضلتك بتكلمنا عن خصائص الدين الموازي فكرة الظاهر والباطن ان يكون حائر بين العمل المدني والسياسي العنف والسلم يعني كثير يعني ايه تاني من خصائص هذا الدين وفكرة تصدر المشهد لدى اعضاء الجماعة لتبيان انه اعمال الخير على عكس الحقيقة مثلا ده شغل السياسة يعني انا افهم حزم سياسي ضعيف عايز يبقى له قعدة ومن يعمل كده وييجي يتسلق على اعمال الغير حتى تنسب لنفسه اللي هي بنسميها بالعمية اللطيفة الحكيمة العميقة ركوب الموجة يعني يشوف الموجة رايحة فين ويجي يركبها فيلاقي انه عالي كده وهو ما هوش كده الموجة هتحطه في اسفل سفريني ركوب الموجة دية وهذا الظاهر والباطن جاي من الدين الموازي انت انشأت جماعة والسؤال هل هذه جماعة المسلمين ولا جماعة من المسلمين ويتنبه الى هذا السؤال مؤخرا بعد فاترة طويلة الشيخ الغزادي الشيخ الغزادي مولود 1917 لما يكون دخل الاخوانه عنده 21 سنة بقى سنة 38 و39 لسه الجهاز ما تعملش الجهاز الخاص الجهاز الخاص الشيخ الغزادي أزهري حافظ القرآن وظل رجلا قرآنيا يفهم القرآن ويعيش فيه الى ان انتقل الى رحمة الله تعالى سنة 96 1996 عن 79 سنة ولكن تنبه وهو لما لقى انه حسن البنة مات فجابه حسن الهضيبي مين حسن الهضيبي ده انا مش عارف وليه ما يجيش واحد من علماء الازهر والمتصدرين ليه موجود احمد حسن البكوري موجود عبد المعز عبد السطار موجود الشيخ الغزالي موجود فيه علماء ازهر 3 4 5 6 طب يعني طب ليه ومش فاهم فقابل واحد هو والشيخ سيد سابق برضو استاذ سابقنا ساموه مفتي الدماء قابلوا في السك يشرح هذا في من هنا نعم قالوا يا ابني انتو طروا انه ده جماعة المسلمين ولا جماعة من المسلمين فقالوا لا ده جماعة المسلمين قادة الدين الموازن بنصبوا نفسهم وبيحتكروا يعني يبقى انا مش اخوان يبقى كافر صحيح اي واحد مش معنا يبقى علينا وهذا هو الشعور الذي رأيناه في كل العضاء لدرجة انه واحد يقوم ويقول والله احنا مش هنتجوز الله من بعض فالاخواني لا يتزوج الا اخوانية والاخوانية لا يتزوج تتزوج الا اخوان ومؤخرا اللي يقول لك هموت على الاخوان والله هم اميتني اخوانيا وحاجات كده وحاجات زي كله ده جاي من دين الموازن كله ده من مظاهر الدين الموازن يبقى اذا الدين الموازن فيه ركوب الموجة والدين الموازن فيه الظاهر والباطن فيه العنف والسلم على فكرة فيه العنف والسلم السلم يجوا يقولونها من الله هو أنتم ليكم تاريخ أسود في البتاع يقول لك لا ده إحنا مش إحنا ده إحنا متبرئين طيب هيا بقى نشوف الجهاز الخاص عملية الجهاز الخاص قتل سينيم زكي حكم دار قرل أسبكي وقتل أحمد الخزندار المستشار أحمد الخزندار وقتل محمود فاهم النقراش وقتل أحمد ماهر وقتل محاولا فأخطأ عبد الناصر وقتل بعض أعضاؤه منهم سيد فايز يا جماعة أنتم عملتوش ده كله ده كذب بموجب كذب ده قضاء وتحقيقات واعترافات وحاجات إزاي كذب هل من نجدعو به ده هو أخطأ طب هو خطأ يعني ارتكبوا واحد من جماعتكم ولا كذب بمعنى أنه لم يحدث حدف محاول شقدر ينكر فيقولوا لا هو خطأ لا ده هو كذب لا كل واحد له رأي وله ما إزاي يا أخواني كدبنا السايول كدب والشجلين الحاجات التعبيرات اللي بنقولها واللي أكتر من كده أن بعض الجماعة لا تعرف اللي أخطر من كده أن بعض الجماعة لا تعرف من الشباب خاصة ولا من من القيادات اللي كانوا موجودين وقتها وقت إنشاء هذا التنظيم نعرف طيب بس في أسئلة كتيرة حوالين كده فانتوا ليه مرتبطين بمركب بتغرق ما تفكوها ما تكسروا المراية ما ترجعوا إلى أحضان الإسلام أو أعملوها جمعية دعوية بلاش أعملوها حزب السياسي لا دا رضيين بي ولا دا رضيين بي ولا دا لأنه لازم القيادة تجمع بين السرية والعلانية فلما أتلوا أحمد ماهر وبعدين قالك لا دا الوقت دا كان معنا ومشي أو حاجة زي كده أتلوا الخزندار إزاي بقى مين اللي أتل الخزندار اللي أتل الخزندار شاب كان رفيع كده هو وشاب تخين اتنين من شبابهم يعني من شبابه ودول شبابهم بدون شك فعبد العزيز كامل الله يرحمه انفجر وراح لحسن البنة وله كتاب اسمه نهر الحياة بيشرح فيه البلوة دي فبيقول أنا لقيت فضيلة المرشد حسن البنة في حالة يرسله من مقتل الخزندار وما أتبعه من ضجة في البلد واحد قاضي تقتل صحيح فدخلت ويتره فيه إيه أنت أمرت يا حسن بالقتل قال له أقسم بالله العلي العظيم ما أمرت بالقتل حسن البنة أقسم قال له مين اللي أتل الكلام ده الشباب دول تبعنا قال له يمكن عبد الرحمن السنة دي قال له طبعاته جاء العبد الرحمن السنة دي قال لهUD انت أتلت يا عبد الرحمن قال له طبعا أنا اللي قاتله اعترف اعترف وأنا اللي بعت الولادين والولادين منتظرين الجنة يا سلام قال له يا عبد الرحمن أنت أتلت ليه كده أنت كده ضيعتنا قال له ده أمر المرشد قال له المرشد حلف بالله العلي العظيم دلوقتي أنه لم يأمر وأنه لم يقل قال له أنا بقسم لك بالله العلي العظيم أنه هو اللي قال لي قالوا لا أعودوا بقى أعودوا نشوف لأنه أنا مش مستوعب أن حسن البنى يحلف كذب أو أن عبد الرحمن السند يحلف كذب أو أنه كذا فيه بقى سوء تفاهم نقعد بقى ونفهم يا عبد الرحمن حسن قال لك إيه قال له قال لي هو ما قال ليش مباشرة قال له طيب كويس قوي قال لك إيه بقى قال له هو خارج من المكان بتاعه قال يعني يا ربي ما فيش واحد يخلصنا من البلوة ده وانت عايزني أسمع كده من فضلة المرشد واشكت ده جاي إيه بقى لأن الصورة ده كأنه النبي هو اللي قال طب النبي لو قال كده هيبقى قال عن وحي لكن ده لما يقول مش قيل عن واحدة قيل عن إيه للديانة صحيح وهيقول لك أنت بتصف حسن البنة بأنه قليل الديانة أيوة أيوة أنا بصف حسن البنة بأنه قليل الديانة لأنه لو كان عنده ديانة كان فك الجماعة كانت أسسها من الأساسة ما كانت نحى بيها لا خلاص غلط وحصل وبتاعه وفي تجربة وكان يقول تملي يا ليتني عدت إلى عصر المأثورات طب فك الجماعة وعلى فكرة فك الجماعة كان عرض الحكوم عليه يفك الجماعة ونخلص وكان يقعد في بيته ويبكي على الخطيئاته لغاية ما كان يموت صحيح هو كان يموت في نفس اليوم في 12 فبراير كان يموت بس كان من ساعة ما تقتل الخزندار لهنا كان يفك الجماعة ويسيب الدنيا ويبكي على خطيئاته عشان يدخل الجنة أو علشان ما يتحسبش الحساب العسير من عند الله وبعد ما بتوع اللجانة الإلكترونية الكذبين ما يسمعوا كلام ده من فيكتبوا هيكتبوا الشيخ علي جمعة بيقول أن حسن بن مش هيدخل الجنة طب أنا ما قلتش كذا أنا قلت أنه هيتحسب حساب عسير صحيح الشيخ علي جمعة بيقول أن ربنا مش هيدخبر لحسن بن وهي كانت الجنة معك الشيخ علي جمعة وهذا كذب 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 ملينا كذب وتلفيق صحيح ملينا هذا الأسلوب حضرتك حسن بن قال قالي ايوه انا قلت كده بس ما قلت لكش اقتله قالوا انت عايزني اسمع منك الكلام ده وما نفس كلام فضلتك وبعدين انت قلت لي مرة تاني قلت ما فيش واحد شارب وراضع من امه يخلصنا من ده طب ماني هو شارب وراضع من امه وهروح اخلصك من ده تزعل ليه فزوهل عبدالعزيز كامل وقال له طيب يا عبدالرحمن ما تقتلش حد تاني الا بعد مفت الدماء ما يدي لك الامر قال شوفوا واحد شيخ اللي انتوا عايزين بقى تقتلوه يتعرض على الشيخ فيحكم فيه لا حقا لا قتل يا دي المصيبة دولوا انفسهم يعني حكاما لا لا ده حاجة فوق الوصف فالمهم راحوا معينين سيد سابق وبقى اسمه مفت الدماء وكلفه حسن البنة قالوا يا شيخ سيد اعمل لي فقه السنة ففقه السنة ده اول مجلد طلع فيه كان بتقديمة حسن البنة طبعا علماء نظر ما كانوش مبسوطين من فقه السنة لانه خلط المذاهب مع بعضها بطريقة معينة ما كانوش راضين عنها بتعارض فيها قواعد يعني قواعد مع قواعد مش نوع من انواع الاختيار الفقه فيه بين اللي عمله الشيخ سيد وبين الاختيار الفقه وده كلام كبير وكتير واننا نفرد له حد بس المهم ان الشيخ سيد عمل كده وعمل البتاع وسموه مفت الدماء بعد كده انكروا ان يكون هناك فحاجة اسمه مفت الدماء عارف ليه لانهم اتلوا من غيره اتلوا النقراشي فراحوا للشيخ سيد قالوا له انت افتد بقتل النقراشي الابد ولا حد استشارني ولا حد اي حاجة صح الله فقالوا من اللي قال انه انه ان فيه مفت دماء اصلا وهكذا كذب مستمر والمؤمن لا يكذب صحيح خصائص الدين الموازي كلمة عن نهرب المقلوب بقى في الحق المقبلة ولا عندنا سستكمال خصائص الدين الموازي واخطاء حسن البناء مولانا نستمر فيها حتى يتبين الحصول ان البلوة الشديدة صحيح البلوة الشديدة بشكر فضلتك شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة والرحلة الايمانية التاريخية الفكرية مستمرة والمتشددون لنتم في امان الله ورعايته وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة